موسيقى في ليلة واحدة خسرنا كمغاربة 60 مليون درهم باطل علش خسرناها؟ حيث الحكومة العزيز أخنوش ليست في المستوى ولم تكن لها قدرة على الاستجابة لمطالب الشعب المغربي خاصة على مستوى الغلاء وانهيار القدرة الشرائية وهذا أدى إلى خروج الناس في التظاهر الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر دعت إلى التظاهر يوم السبت 8 أبريل 2023 وهذا السبت سيبقى أسوأ وأسود يوم في تاريخ الحكومة العزيز أخنوش لأنها خرجت 60 مظاهرة في 60 مدينة و60 مركز حضاري في المغرب كلها خرجت للاحتجاج ضد الغلاء طيب الحال هذي الناس من يخرجوا يحتجوا للغلاء فكان لازم تخرج معهم القوة العمومية لتأطيرهم حيث لا يمكن أي دولة سواء المغرب لأي دولة الناس خرجوا الاحتجاج ويخلوهم تماما منهم للشارع لا بد من وجود المخازنية ولا بد من وجود البوريس ولا بد من وجود الدرك الملكي وهذا تعطير القوة العمومية راكي كلف الفلوس راولي قلنا كلفنا 60 مليون ديال الدلم يعني في ساعة وحدة نهار 8 أبريل بسبب التخلف والتقاعز للحكومة العقنوش في ساعة وحدة لمغاربة ضعوا في جوج فاصلة 5 مليون ديال الدلم لان باش تمو بريزي البوريس وتمو بريزي المخازنية وتمو بريزي الجدرمية راها شيك يطلب واحد المصاريف باعدة صحيح جميع الدول في العالم عندها مضغارات صحيح جميع الدول في العالم كتعرف حركات احتجاجية وخروج النازل للشارع ولكن في واحد العتلة مقبولة ماشي كل يوم ماشي كل مطلب ماشي في كل ساعة وحين حيث مني جاء خنوش وهذا سبق نبينا في واحد فيديو سابق نشرطنا في أنفس بريس إنه تخني الذكي اليوم 24 فبريل عفواً 2023 بينا في بأنه في سنة 2022 الاحتجاجات فاعد حكومة خنوش بلغت 11 ألف تظاهرة اليوم لاكور طلعت أكثر ده برا وصلنا 13 ألف وسبعمائة وخمسين مضاهرة احتجاجية وهال 13 ألف وسبعمائة وخمسين مضاهرة احتجاجية تطلبت من المغرب أن يونفقه يعني باطل 14 مليار ديال الدلم لتعطير هذه الاحتجاجات بسبب إخراج قوة العمومية أي تقريباً يعني مليار في الدلم اللي كنتمشين لنا هباء منطورة على تعطير هذه الاحتجاجات ونخسروها على الموبيليزازيون ديال البوليس والمخازنية والشدرمية هذه الكلفة اللولة المالية ديال التقاعز للحكومة أخنوش وما تسببت فيه من إهضار المال العام الكلفة الثانية كلفة أمنية حيث إخراج هذا البوليس والمخازنية وهذه الجدرمية رأي لا يتم لله في لله رأي يتم على حساب ماذا؟ يتم على إحساب تفريغ الساحات والشوارع والأسواق والمراكز التجارية من عناصر القوة العمومية من أجل أن يذهبوا إلى تلك الاحتجاجات وهذا يخلق لدى المواطن واحد الإحساس بعدم بعدم الأمن ثم النقطة أخرى ترتبط بهذه الكلفة الأمنية ألا هو أن المغربي يعني من واحد داء عضال ألا هو قلة الحصيص في الموارد البشرية في المرافق الأمني مما يؤدي بالدولة إلى مدى؟ إلى إلزام المخزني والبوليسي والجدرمي بشي دير الدوبلاج ويخدم ساعات أطول 24 ساعة أو 48 ساعة بشكل مسترسل ونحن نعرفه الدوبلاج عنده تأثيرات خطيرة لعنى النفسية والصحة دين الموظف لإخدام في هذه المرافق الأمنية ولا على التفكك الأساري لأن ذلك المخزني والبوليسي والجدرمي بحكم أنه ديما خدنا في المظاهرات وفي الاحتجاجات رمت يبقاش الوقت في نريح مع الضرد يروق لماذا كما قلنا لأنه الحصيص قليلا؟ ثم الكلفة الثالثة وهي كلفة سياسية وهي أخطر هي الصورة للبلاد على المستوى الخارجي مما يجعل لأنها تناسل الاحتجاجات كما قلنا بشكل متتالي يخلق لدى السائح ولا يخلق لدى المستثمر وحط الصورة مشوهة على المغرب بأنه دولة لمؤسسات ودولة الشارع ودولة الفوضى لماذا؟ حيث لو كانت المؤسسات تشتغل من أحزاب وحكومة وبرلمان ومؤسسات الوسطى ما كان المواطن المغربي مضطرا إلى اللجوء إلى الشارع لاتخاذه كملد للمواجهة بنوبنا بالإدارة وهنا دائما نقولها على العقلاء في هذه البلد أن يتدخلوا حتى لا يقود أخلوش وحكومة الأفات التي يسيرها أن تقود المغرب إلى ما لا يحمد عقبها موسيقى موسيقى